موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي برنامج كلامي خصتك النهاردة هنتكلم في موضوع يعني كتير مننا بيحصلوا بس ما هواش عارف ايه سبب اللي بيخلي الحاجة او الموضوع اللي هنتكلم عليه بيحصل نحس كده باكتئاب بتشاؤم نحس ان في حاجة مش مصبوطة ايه هي وايه سببها دايما او في معظم الاوقات هنلاقي نفسنا مش عارفنا الحاجة دي قد تكون هي الطاقة السلبية الطاقة السلبية اللي في حياتنا مسببات كتير وحاجات كتير بتخلينا نتأثر بالطاقة السلبية من حاجات حوالينا او حاجات موجودة في الاشخاص اللي بنتعايش معاهم او البيئة اللي عايشين فيها تعالوا نشوف ايه هي الطاقة السلبية هل في ناس ممكن تصدر لنا الطاقة السلبية ممكن نحس او قد كتير ان الطاقة السلبية دي عائق في حياتنا تعالوا نشوف الكلام ده ونجاوب على الاسئلة دي مع استاذ اخصائي العلاقات الزوجية والاستشاري النفسي استاذ محمد عمر زي حضرتك في نورتنا الطاقة السلبية يعني ايه طاقة السلبية الطاقة السلبية ليها مصادر كتير هي ممكن تيجي من مكان زي ده ممكن يكون فيه كراكيب فيه حاجات مش مترتبة ممكن يكون فيه زرع معين ممكن يجيب طاقة السلبية ممكن الطاقة السلبية من اخطر مصادرها كمان للحاديث الزهني الانسان ممكن يكون نفسه مصدر للطاقة السلبية لنفسه لنفسه من خلال افكار والحاديث الزهني اللي بيبدأ يتناول فيه كل شوية كل ما يسرح مع نفسه ده اخطر شيء من الطاقة السلبية دي ممكن الانسان لو تغلب عليها ممكن كمان يتحكم ويأثر على اي طاقة سلبية حولها لإيجابية لو موجودة حواليه لا يعني ايه طاقة سلبية يعني ايه انا عايز اعرف معنى الطاقة السلبية يعني حد يقول لي ايه شكلك كده النهاردة مش مزبوطة تمام حد يصحى من النوم الصبح يقول يا ساتر النهاردة كده اليوم شكله مش مزبوط تمام واحد ممكن يرد عليه يقول له اكيد من الطاقة السلبية فيه طاقة سلبية او فيه شيء سلبي موجود حواليك ايه هي بقى ايه هو تعريف الطاقة السلبية عظيم نبدأ الاول عشان نعرف طاقة سلبية نعرف يعني ايه الطاقة السلبية بتأثر على انسان او بتأثر على شيء معين كل انسان او كل كائن في الكون حواليه حاجة اسمها الهالة الهالة دي حاجة كائن طاقوي او مجسم طاقوي بيستمده قوته من الكائن الحي واي شيء ممكن يؤثر على الهالة والهالة دي بتبقى مجسم نوراني حوالين كل شيء ويمكن الانسان اقوى كائن على الارض فتبدأ الهالة دي بتبدأ تؤثر وتتأثر بالموجود تمام فالهالة دي لو تأثرت بأي شيء او مصدر ممكن يأثر في تردداتها بيحدث خلل خلل في الهالة دي فهيؤثر على الانسان سلبا بنقول عليها في علم الطاقة بيأثر على تشكر القلب فبيحس باختناء ودي نوع من الحزن الغير مبرر فبيبدأ يدور انا ايه السبب او ايه الحالة اللي انا فيها تمام؟ ممكن زي ما كنا بنسمع امهاتنا زمان كده تقولك ايه يا ساتر ده انا قلبي مقبوض بالزبط مش قادرة مش عارف في حاجة هتحصل بس ايه هي انا مش عارفة بالزبط ممكن ده بيبقى تأثير طاقة سلبية او ممكن تعرضت فيها الامة او تعرض ليه الانسان اللي بيتكلم هو لا يعني حدث الام نفسه واحساس الام نفسه بنقول عليه في الطاقة بيبقى رابط اسيري بينها وبين ابنها لما بيحصل له مشكلة معينة بيبدأ الرابط الاسيري ده بيبقى سل من الموجات الكهرومغناطيسية بيبدأ يؤثر ويتأثر فالانسان بيحس بواجع في منطقة الصدر هنا فبيبدأ يحس ان انا قلبي مقبوض قلبي مقبوض او في حاجة معينة اللي الانسان ده حصلوله او هو دلوقتي حصل له مكروه هنا بيبدأ الرابط الاسيري بيعمل شغل اللي هو خارج اساسا من الهالة يعني نقدر نقول ان دي علامات وجود الطاقة السلبية من ضمن العلامات دي الاحساسي لانسان انه هو مش مرتاح بالزبط بالزبط وعلشان كده دايما بنقول دايما الناس لازم تحافظ على الهالة بتاعتها من الافكار من المكان اللي قاعدة فيه من تأثير الاخرين من مصاص الطاقة اللي هما الارايب والجران والصحاب واقرب الناس لنا ممكن يكونوا مصدر للطاقة السلبية اللي ممكن تأثر في حياتنا وجيب لنا نوع من الاكتئاب العرضي اللي ممكن بعد كده يوصل الاكتئاب حياتي يعني يا دكتور انا لو قمت ولقيت ان الشقة مش متروقة حوالي او مش نجيفها او فيه كاركبة حوالي ممكن داي بقى مصدر للطاقة السلبية اكيد طبعا بس انا بشوف ان فيه ناس يعني ما شاء الله تقدر ان هي تعيش في الكاركبة في فوضى فيش اي مشكلة ولا اي تأثير هو يمكن الانسان بيتعود في نوع من الناس بانمط الشخصية بتاعته ان هو يعيش في فوضى شوي لكن فيما بعد مع مرور الوقت بيحس ان فيه خلل في البيت او فيه مشكلة معينة لازم تتعالج فيبدأ يدور انا البيت عندي فيه او ايه المشكلة اللي حصله لي او شوية ظروف مش مزبوطة فهنا بنبدأ ندور ايه هو الخلل اللي حصل علشان نبدأ نعالج بعد كده موضوع الطاقة السلبية طب ازاي الناس اللي حواليا ممكن يصدروا لي الطاقة السلبية برافو عليك سؤال مهم جدا 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 يعني انا فيه اشخاص ممكن او بتقابلهم لاول مرة او بتجتمع معهم في مكان لاول مرة بتحس بالليبتهاج والانبساط وانك مبسوط وفيه اشخاص ممكن تبقى يعني تعيش معهم او تقابلهم برضو تحس بالنكد وان انت ماشي مش مبسوط او قاعد في القاعدة مش مبسوط زي ما بنقول بالبلد برافو عليك تمام زي ما قلنا الهالة اللي حوالي الانسان بيبقى مكتوب عليها كل الداتا اللي متسجلة من خلال او المتصدرة من مشاعر الانسان وافكاره الانسان المتفاعل والاجابي دايما بتبقى الهالة بتاعته نورانية ومتسعة الانسان دايما المتشائم اللي دايما شايف المستقبل غامض ودايما شايل الماضي على كتافه بتبقى الهالة بتاعته مخترقة ولونها يعني يقاطم شوية فبيبدأ يؤثر على اللي حواليه علشان كده دايما ساعات بنشوف الانسان تقول انا ارتحت له نفسيا تلاقيه بيشاعي طاقة ايجابية هو من جواه عنده ثقة بنفسه متفائل بيوزع الابتسام على الاخرين فدايما لما تقعدي معا تحس ان انت ارتحتي في نوع تاني من البشر تلاقيه دايما دائم الشكوى دائم اللوم دائم المقارنة بينه وبين الاخرين فتلاقي دايما الهالة بتاعته مخترقة وضعيفة فلما يقعد معاك بيحاول يستنزف طاقتك ويمتص طاقتك الإيجابية من خلال اللوم والشكوى والظروف والحياة طب هل انا ممكن النهاردة قدي طاقة سلبية للحوالية نتيجة لمود او ظروف انا عشت فيها او حسيها النهاردة وممكن بكرة تتحسن الظروف دي فأدل اللي قدامي طاقة إيجابية يعني الانسان اللي عنده طاقة سلبية ده على طول عنده طاقة سلبية ولا ممكن تتغير من وقت للتاني هو هنا بقى بتيجي مرحلة الوعي ان انا لما ادخل في طاقة سلبية اعرف ازاي انا دخلت فيها وهنا الزكاء ان الانسان دايما الوعي او المستيقز لأفكاره بيبدأ يلاحظ الحالة بتاعته كل شوية هو انا مثلا انا الحالة بتاعت دي بدأت معايا من امتى ووصلت معايا الفين ايه الفكرة اللي خلتني اوصل في الحالة دي ببدأ بعد كده احول الطاقة والجميل في الطاقة ان الطاقة حيث التركيز انها لو ركزت على السلب بيزيد لو ركزت على الايجابي برضو بيزيد فلو مسكت اول خيط ووصلت لبداية الفكرة السلبية ووعتلها كويس بالفكرة بتتلاشى وبتتضاقل ببدأ احولها بعد كده الطاقة ايجابية طيب ابتديت ابتعد بقى عن الناس اللي هم بيدوني طاقة سلبية تمام ساعات كده بدون ما يبقى اشخاص حواليا احس بالطاقة السلبية في البيت حاجة بقى كده يا دكتور معلش يعني انا عارفة حضرتك طبعا احنا بنتكلم بطريقة علمية تمام لكن فيه واحدة تيجي تقولي انا الصبح والدتي كنت بكلمها في التلفون وقالتلي امسح البيت بمية وملح تمام او رش ملح فركان البيت هل فعلا الملح فعلا بيمتص الطاقة السلبية اللي موجودة في البيت اكيد هي الفكرة كلها يمكن فكرة قديمة شوية لك كانت الناس بتعملها بالفطرة ما كانتش تعرف يعني ايه ملح او او ازاي امسح البيت بمية وملح هو الملح من الخصائص بتاعه انه هو بيمتص اي طاقة سلبية لانه الايونات بتاحته مشعة بلورية بتبدأ تمتص اي طاقة ممكن تكون سلبية او ممكن تضر بالمكان اللي هي موجودة فيه فبيبدأ يطهر المكان عشان كده معظم الناس لما تلاقي يقعد قدام البحر بيبدأ يحس ان هو مرتاح بيبدأ يحس براحة واسترخاء فعلشان كده بس الملح اللي هو الملح الخشن بتاع ملح البحر مش الملح العادي اللي هو المعالج يعني ما جيبش المياه اللي هي الملح اللي هو المعالج اللي هو بيبقى في الفياس ده وارش في الاركان لا انت حضرك أصدق على الملح اللي هو ما بيبقاش معالج اللي هو بيبقى جاي من البحر عند العطار يبقى ملح خشن كده. آه لو اسمه الملح الخشن بالزبط. أو لو ما عندناش إمكانية ممكن نمسح بيه البيت بيترش في أركان البيت كويس جداً. في كل ركن من أركان البيت بيبدأ ينتص أي طاقة سلبية. طيب عندي أصحابي قعدت وسطهم وحسيت إن هما مدييني طاقة سلبية. تمام. أقطعهم ولا حاول إن أنا أغير الطاقة السلبية اللي عندهم؟ عظيم سؤال مهم جداً. كل واحد فينا حوالي ناس بيصدروا له طاقة سلبية. وفي ناس بنسميهم كده في علم النفس اللي هما لصوص النجاح. لو لي بيستحاك وياسة ممكن يشوه شخصيتك إن هو يقول لك رأي أو فكرة معينة ممكن تضمر ثقتك بنفسك. وممكن دايماً لما تيجي تحكيله حلم أو تحكيله أي حاجة فيبيبدأ بعد كده يهاجمك ويحطم أحلامك. بقى أحمي نفسي منهم إزاي؟ إن أنا أول حاجة أكون واعي جداً جداً لكلامهم. أتحرر من كلامهم يعني أمارس فن التجاهل باحتراف لأن وجهة نظرك دي مش حقيقة. وجهة النظر دي مجرد قناعة تخصك أنت ما تخصنيش أنا. هي مجرد وجهة نظر. حضرتك قلت أتجاهل أتجاهل وجهة النظر باحتراف باحتراف ممارسة فن التجاهل باحتراف. إزاي بقى إن أنا أقدر إن أنا أنا دلوقت شي معلش شي قابلت حضرتك أو حضرتك قابلت صاحبك. لقيت صاحبك بيقول لك يا ساتر أنت مالك النهاردة شكلك عام يا هدومك النهاردة وحشي خالص. شكلك كده مش مظبوط وابتدى إن هو يصدر لك حاجات تخليك تبتدي إن أنت فعلا تحس بطاقة سلبية في نفسك وإن أنت بتديت ثقتك يتهزد في نفسك وابتديت إن أنت تكتأب أو تدايق أو مودك يتغير. إزاي أنا يبقى عندي احتراف تجاهل رأيي الإنسان اللي بيصدر للطاقة سلبية. عزيب. أول حاجة بنعتمد على ثقة الإنسان في نفسه. يعني أنا واثق من نفسي ألبس اللي يعجبني أكل اللي يعجبني مش مهم رأيي الناس. لو لاحظنا عالم المشاهير وعالم الفن دايما عليهم نقد ولوم. اللي بينجح دايما اللي بيتجاهل. الناس بتتكلم شوية على السوشيال ميديا وبعد كده بتجاهلوا ونجموا بيرتفع. بياخد منطقتهم. لو وقف عند كل كلمة أو كل رأي أو كل حاقد هيقف مش هيمشي. مش هيكمل طريقه. علشان كدائما الإنسان واثق من نفسه بياخد الكلمة ليها معنايين. يا إما وجهة نظر ممكن أخذ منها نصيحة. يا إما لو مش فيها بجد لو أنا واسك من نفسي هتجاهلها تماما وهكمل طريقه. فيه نوع من الناس التانية بيبدأ يفكر ويحط الفكرة قدامه ويبدأ يحللها. هو ليه الناس بتعملني كده وليه الكلمة ليه تقلت في الوقت ده وليه هدومي مش كويسة وليه 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 وليه. بيبدأ هنا بزقها. يعني معلش أنا أسفل على مقاطعة بس الجزئية دي يعني عايزة أعمل عليها ستريشت شوية لأنها يعني بتقلق الناس كتير. أنا أتجاهل الرأي اللي يديني طاقة سلبية طب ما هو ممكن برضو حد ييجي يقول لي لا تتجاهلي ليه طب ما أنت ممكن تأخذي رأيه في الاعتبار. وممكن قوي أن يكون رأيه ده صح وأن أنت لما تستمعي للنقط اللي هو ألغولك تستفيد منه بدل من أن أنت تتجاهلي. ما هي الفكرة هنا أن أنا مش التجاهل أن أنا أرمي الكلام وراء ظهري. التجاهل أن أنا ما تأثرش بالكلام السلبي. يعني النهاردة أنا جاي مشوار تمام؟ لو كنت ركزت مع كل حدثة وكل كلمة قالت وأنا ماشي كنت هجمع طاقة سلبية ومش هعرف أكمل حياتي. لأن معظم الناس دايما عندهم ثقافة الهدم لما لو إنسان بيرتفع أو إنسان بيعلى فبيبدأوا يقولوا بطريقة غير مباشرة لا والله الحاجة دي مش كويسة لا والله يكون مفضل. فيه فرق من النصيحة والزكاء مني إن أنا أخذ النصيحة بجد من واحد يكون مؤتمن وفيه حد تاني أسلم له داني وأبدأ أخذ منه النصيحة. ممكن يخط لي السم في العسل ويضمرني ويعمل لي تدمير ذاتي من غير ما أحس. دي ما يتبرش نصيحة. يعني إبليس قال للأدم وحوى وإني لكم من النصيحين. أي. تمام؟ فهنا الفكرة فيه فرق من النصيحة وفرق إن أنا أخذها أحللها وأخذ منها الإيجابي وارمي السلب على جنب لأنه ما يخصنيش. طيب. اتقالت لي الكلمة أو النقد أو حد عايز يصدر لي الطاقة السلبية سواء أصد أو ما أصدش. إزاي أفرق إن اللي قدامي دوت بيصدر لي طاقة سلبية وعايز يدايقني ويحطني في مود مش كويس ويهز ثقتي في نفسي وإزاي أعرف أني لا ده بينقودني عشان خايف علي وبيحبني وعايزني أكون أحسن. عظيم. هو هنا فيه نوعين من البشر بيبقوا حوالينا. فيه ناس قريبة مننا قوي ممكن تقول لها النصيحة بس بشكل عافو شوي. يضمرني. يعني مثلا بدل ما يدور على الأسلوب فيه دبلوماسية شوي نوجه النصيحة بيقولوا عليه بيحد في دبش. أنا دوري إن أنا أخد وحلل وجهة النظر دي أمشي قراءة كده هو وجهة نظره إن هو ينصحني ولا وجهة نظره إن هو حاقد من اللي أنا وصلت له. هو وجهة نظره إن هو إنسان أصلا بطبع متشائم لأن أنا ما ينفعش أروح لحد وأقوله أنت إيه رأيك أنا عايز أبقى حد مشهور. فيبدأ يقول لي مشهور إيه يا سيدي مشهور إيه ما خليك في حيالك وزي ما بيقوله في بلد دي كده كل عيش وعيش حياة بسيطة وكلام ده كله. فهو هنا ما بيدنيش الطاقة الإيجابية اللي ممكن أستمدها وأعلى. فلازم أدور على شخص يكون مؤتما أوصل منه للطاقة الإيجابية وفي نفس الوقت يكون عنده حكمة شوية. لأن قليل من الناس اللي هو ممكن يدّي النصيحة بشكل كويس مشتصاغل إن أنا ممكن مش أي حد بيقبل النصيحة. طيب القطة الصودة والبومة والغراب أنا عن نفسي الغراب أتفاقل بيه. بقول كده لحد إن أنا الغراب كنتي لما بشوف الصبح في الامتحان يجي الامتحان سهل على الأرض ما شوفه نفسيك ترتاح. أنا دي حاجة جديدة بالنسبة لي دي في شخصيتي يعني. طيب القطة الصودة وده أصلي ده ماسك ييد القطة دي القطة والغراب والبومة وأنا بتشائم. فيه شخصيات فعلا كده. هل فعلا المواضيع ديت يعني إزاي الإنسان يفضل طول حياته بتشائم من القطة عشان صودة والبومة عشان مش عارف. مع إني البومة دي أنا أسمع إن في أوروبا والبلاد الثانية الغربية بيعني مصدر للتفاقل. بالزبت. إزاي أنا أخلي دايما في الحاجات دي مصدر للطاقة السلبية. هل فعلا هي بتدي طاقة سلبية؟ لا لا هو الاعتقاد عليه عامل كبير. الاعتقاد عليه عامل كبير. يعني ممكن حد يقوم من نوم يقول أنا حلمت حلم وحش. ويبدأ أتخيل اليوم هيبقى وحش فعلا فيضمر يومه كله. لأن الأفكار اللي ما نعرفهاش عنها علمان والدراسات العلمية قالت الأفكار بتتواصل مع الكون. الإنسان زي ما قلنا الهالة بتاعته بتبقى موصلة للكون وخلايا الكون. فيبدأ إرسال واستقبال. يعني أنا ممكن أصدر للكون مشاعر سلبية يبعتها لنفس المشاعر السلبية. لو اتعاملتي بإيجابية يديني إيجابية. لو أنا اعتقدت إن الشيء ده هيضرني هيضرني. لو اعتقدت إن الشيء ده هينفعني هيينفعني. حيث إن أنا أدور على مبررات وأقول أنا بيتشائم من ده وبتشائم من ده. الفكرة نفسها بتتولد مشاعر والمشاعر بتطلع عليه الهالة والهالة بتتصدر للكون. فيبدأ الكون يتفاعل معايا بسلبية. طب يا دكتور في حد نحس. يعني طب خلينا نطلع لفاصل ونشوف الفيديو وبعدين نعلق عليه. فضل. رجعنا لكم من الفاصل وشوفنا في الفيديو الإنسان اللي كل ما يروح مكان تحصل مصيبة. وكل ما يتقابل مع حد تحصل له مصيبة. هل فعلا يا دكتور في حاجة اسمها الإنسان ده نحس؟ ما فيش إنسان نحس. فيه إنسان بينحس نفسه. يعني أصل السعادة قرار. لو أنا مكرر دلوقتي أن أنا بأسعيد هدور على أي شيء يسعيدني. وهشاعي طاقة إيجابية اللي حواليها. والناس هتقول علي إنسان إيجابي متفائل. طب ما هو أنا ممكن حوالي طاقة سلبية كتيرة. الطاقة السلبية دي خليني كل ما أروح مكان. يعني أسطر بالطاقة السلبية بتاعت جعل الموجودين. هل فعلا ممكن؟ أنا اللي بصدرها للكون من خلال أفكاري. يعني أنا ممكن أقتنع وأخطر شيء إذا هنعيده تاني. إن الأفكار بتتواصل مع الكون. إنه ممكن يتغير قدري من خلال تفكيري. وهي دي الفكرة. يتغير. يتغير قدري من خلال تفكيري. طبعا لإن ربنا جعلنا مخيرين في الكون. مخيرين إن إحنا بنمشي باختيارات وبنقوم ونقعد ونتحرك ونرفض ده ونقبل ده من خلال أفكارنا. فعلشان كده من الإنسان صاحب كار في إنه يكون إنسان متفائل وشاعي طاقة إيجابية. ويكون إنسان متشائم يبقى نحس. إنه هو دايما لوام ناقد غير راضي. فتبدأ الكون يديه له على نفس اعتقاده وكل ما هو متوقعات. طيب يعني هو ما بيبقاش اعتقاده هو. هو بيبقى اعتقاد الناس إن هو دخل في مكان تقسر الديفوزة. دخل في مكان النور قطع. دخل في مكان يقولك لا ده نحس. ده كل ما يروح في مكان تحصل المشيبة. هل ده إنسان عنده طاقة سلبية؟ هو ممكن في أسوأ الحالات. ولا الناس هم اللي عندهم بقى الطاقة السلبية؟ ممكن في أسؤال الحالات أنه هو يكون إنسان دايما الهالة بتاعته مختركة شوية أنه هو ما يقعد في مكان دايما يصادف أنه ممكن يحصل مشكلة ممكن لو هو عنده وعي وفاهم يدور على السبب ويبدأ يعدل من أفكاره علشان يبدأ الكون يعكس ويعمله بإيجابية أكتر يقيم ما يدور ممكن تكون صدف وهنا من أكثر الأشياء أنه ممكن أعتقد نفسي أنه نحس أو سائل حظ ممكن الإنسان يوصل للانتحار في الحالة دي لو فعلا سلم دماغه أنه كل الناس بتقوله أنت نحس أنت ظروفك وحشة أنت حظك كده فبيبدأ فعلا يعتقد ويصدر للكون أفكار ومشاعر بتزيد من الحالة طيب يعني تفسر بإيه الإنسان اللي دايما بتحصل له مشاكل هعيدها تاني نعليش عشان ليه بقى فترة من الفترات في حياة الإنسان ممكن يكون يعني إيه يعني طبعا ربنا هو اللي بيرضى أو ما بيرضاش بس نحن بنقولها كده يعني الكون مش راجع علي شوية كل شوية كل ما روح في مكان تحصل حاجة كل ما أخش في مشروع يفشل كل ما يبقى معايا فلوس تسترق كل ده ده برضا عشان نفسره بطريقة أكتر ده من الطاقة السلبية اللي حوالي أو اللي موجودة حوالي هو انفسره علميا إن الإنسان لما بيبقى مقبل على شيء معين ويرسم سيناريو مسبق إنه هو هينجح ويحقق نجاح لدرجة إن في حد من العلماء قال إن لو الإنسان تخيل 30 ثانية في اليوم إنه هو هيحقق حلمه في خلال شهره بتحقق فعلا لا محالة كلام ده مش فيه مبالغة؟ لا أنا عند حسن ظن عبدي بي فاستحالة استحالة إن تكوني محسنة الظن في الله ويخيب رجائك استحالة إن أنا أكون معتقد في شيء معين وتطلع الأمور معكوسها ولكن في بعض الأمور الإنسان بيقول أنا متفائل والدنيا جميلة وبتعامل بإيجابية ممكن يكون إيجابية سطحية مش في العمق لأن النية لها قوة على اختراق الكون النية والمشاعر مش إن أنا أبتسم ممكن ما أبتسمش ويكون قاعد ساكت لكن من نيتي ومن جوايا إن أنا مؤمن وعندي اعتقد ويقين إن أنا حقق مهما حصل لشوية الفشل اللي بيجوا حوالي حتى مش ببصي الفشل ده بعتبره حاجة عادية أما طب بصنعها وهيعدي وبكمل 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 طيب وضع العفش في البيت وضع السرير في قط النوم أنا قريت أصلي في الموضوع ده شوية قبل الحلقة طبع وضع السرير لو الحيطة مش عارفة جنب الحمام يحصل إيه والأنتريل أو اتجاهه إيه وضع العفش في البيت ممكن يصدر أو يخلي فيه طاقة سلبية في المكان أكيد أكيد بس مش عايزين نقول للناس يلا النهاردة غيروا الدكور بتاع البيت وهاتوا السرير هنا وهنا هو ممكن حلول بسيطة قوي عايزين دايما السرير يبقى جنب وفراغ من الجنبين ما يبقاش لازق في الحيطة تمام دي مهمة جدا علشان تدي طاقة للناس الحاجة التانية الصبار الصبار من الحاجات اللي ناس بتتخيل أنه هي يمكن بتنمو بشكل كبير في البيت فبيبدأوا يحطوه في البيت ممكن يكون مصدر للطاقة السلبية الصبار الصبار يعني أنا لو حطيت الصبار في البيت في المدخل بتاع البيت في المدخل أو في البيت في أركان معينة ممكن يجيب لي طاقة سلبية يعني إحنا تكلمنا دلوقت عن العفش عن الحيوانات كمان فيه أنواع من النباتات ممكن تصدر الطاقة السلبية وفيه من الحيوانات بتجيب طاقة إيجابية زي القطة مثلا فيه ناس كتير بتكره القطط لكن القطط ممكن تبقى مصدر للطاقة الإيجابية في البيت يعني ممكن من الحيوانات الأليفة اللي هي عندها هالة نورانية شوية أستاذ محمد انت نورتني وقت النفسي ان احنا نطول شوية في الحلقة بس وقت حلقتنا بس كلمة أخيرة أو سريعة للناس اللي دايما بتحس ان حظها عاسر شوية أو حظها وحش ونقدر نقول ان الطاقة السلبية ممكن تأثر عليهم عظيم نبدأ نتكلم أنا مصدر الطاقة وأنا اللي بصدر للكون الطاقة أبدأ إزاي من النهاردة لو أنا عايز أغير الطاقة السلبية الإيجابية أول حاجة أرائب أفكاري تمرين بسيط ممكن تنعمليه في البيت إنه هو دلوقتي أعرض حياتي زي شريط السينما كذا أشوف أنا كنت سرحم في إيه واستفدته إيه بسبب حزني وسبب التألم على الماضي والذكريات وأبدأ أفكر في المستقبل اللي أنا خايف منه اللي هو لسه مجاش لكن العلماء بيقولوا اللحظة الوحيدة اللي ممكن تمتلكها دلوقتي وتحولها لطاقة إيجابية هي اللحظة الحالية في نهاية لقاءنا نهاية حلقتنا ونتمنى أن تكونوا استفدتوا معنا وتابعونا وكونوا دايما معنا على صفحة برنامج كلامي خصك صفحة الفيسبوك كلامي خصك إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة مع كلامي خصك شكرا